حضراتكم كل البيان اللي انتو طلعتوه ده والكلام اللي انتو قلتوه ده تقصدو به النادي الاهلي ده حقيقة ان النادي الاهلي اكتر فريق مؤجل ومباريات وطبعا ده بسبب المشاركة في المباريات الافريقية والمشاركة في كأس العالم للاندية والمشاركة في كأس الصبر في الامارات والمشاركة في بطولات كتيرة جدا النادي الاهلي كان مشارك فيها وده طبعا مش زنب النادي الاهلي ان هو نادي كبير ونادي بيشارك في بطولات قرية كبيرة ده كل اللي يقصده مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا اتحاد الكرة بيتحدى نادي الزمالك ويكافئ الغندور والبنة طريقة خاصة بعد فضحة المصري واللي فاتت طبعا زي ما احنا عارفين تصدرت أزمة مباراة الزمالك والمصري في بطولة الدوري حديث الشارع المصري في الساعات الأخيرة بعد الحالات الجدالية التي شهادتها اللقاء اللازي أداره الحكم أحمد الغندور وبوجود محمود البنة كحكم تقنية الفار وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طالب اتحاد كرة القدم بإيقاف كل من حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو محمود البنة ومنعهم من إدارة أي مبارايات مقبلة للنادي تمام كده وكمان قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بتعيين السناء أحمد الغندور ومحمود البنة حكم المباراتية الخميس في الجولة الخمسة من الدورة الربعية الموهلة إلى الدورة الممتازة طبعا حيث جاء الغندور على رأس طاقم حكام لقاء حرس الحدود والترسنة فيما سيقود البنة طاقم حكام مباراة منتخب السويس واسبورتينج وكانت بعض التقارير الصحفية طبعا أشارت في وقت سابق أن اتحاد الكرة قرر إيقاف أحمد الغندور ومحمود البنة على خلفية أزمة مواجهة الزمالك والمصري في بطولة الدوري المصري وكان الإعلام أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد نفى منذ قليل تراجع مجلس إدارة الزمالك عن مطالبة التي تحددتها بعد أزمة مباراة المصري في بطولة الدوري الممتاز طيب الكشف طبعا عن موقف عواد بعد إيقافه وإيحالته للتحقيق من كبل الزمالك كشفت تقارير الصحفية عن موقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بعد قرار إيقافه وإيحالته للتحقيق بسبب أزمة مباراة المصري في الدوري قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريل أول لكرة القدم وإيحالته للتحقيق بسبب ما بضر منه في مباراة المصر لبرسعيد الأخيرة في مسابقة الدورة قال المصدر المقرب من محمد عواد عواد يحترم كافة قرارات نادي الزمالك وسيتواجد في التحقيق يوم السبت المقبل بشكل طبيعي أضاف المصدر ذاته أيضا في تصريحات نشرها موقع في الجول رد عواد على وقعة حسام عبد الميجيد في التحقيق يوم السبت سيكون إنها وقعة تتنقر بشكل طبيعي في المباريات بين اللاعبين خاصة أنه من قادة الفريق عبد الميجيد لاعب ناشي قال المصدر كمان الحراس يفعلون مثل تلك التصرفات أحيانا حتى أن عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي سبق وفعلها سابقا حينما كان لعبا وقال كمان المصدر في تصريحاته عواد متعجب من قرارات تحويله للتحقيق وخصم 25% من قيمة عقده وإعلان ذلك في الإعلام بالرغم من توقيع غرامة مالية على حسام عبد الميجيد دون إبلخة لوسائل الإعلام ده بالنسبة لقصة محمد عواد وقصة نادي الزمالك في الأيام الأخيرة والحاجات المصارة طبعا في السوشال ميديا في الساعات الأخيرة طيب محمد الشناوي محمد الشناوي تمام النادي الأهلي في تصريحات إن الشناوي طبعا في عروض جياله تمام لكن الفيفا بيمنع انتقال محمد الشناوي للوحدة السعودي وقرار ضد 16 فريق إيه القصة وإيه الحكاية بحسب صحيفة الرياضة السعودية فقد تمنع 16 ناديا سعوديا من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية بسبب خسارتها لقضايا في الاتحاد الدولي لقرة القدم الفيفا في الفترة الأخيرة مبانون فريق الوحدة السعودي اللي دخل في المفاوضات مع محمد الشناوي حارس الأهلي لضمه في المريكات الصيفي غير إن قرار الاتحاد الدولي بيوقف هذه المفاوضات في الوقت الحالي وأضافت الصحيفة أن الانديا السعودية الممنوعة من التسجيل حتى الخميس هي الرائد والوحدة والحزم والطائف وعفيف والعين والأنصار والفيصلي والجبلين والقيسومة والسد والشعلة والترجي وهجر ونجران وأحد وتبعت الصحيفة في تقاريرها أنه يتحتم على إدارة الأندية التواصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الأندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع القيد مبينا أن أندية الرائد والوحدة إضافة للعين المنتمي لدور أندية يولو تواجه صعوبة في رفع العقوبة كون قرارهم مشابه للقرار الذي أصدره الفيفا بحق النادي الأهلي العام الماضي بالمنع من التسجيل في فتراتين بسبب الجمايكي لويس جربان ولاعب الفريق السابق يذكر أن عدة تقارير أكدت على وجود مفاوضات قوية من جانب إدارة الوحدة السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر طيب كمان فيه كمان النادي الأهلي بيرحب ببيع الشناوي إلى الدوري السعودي تمام حسم مسؤولي الأهلي موقف النادي من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأبدى نادي الوحدة السعودي اهتمامه بالحصول على خدمات محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد وحسب ما ذكروا مصدر خاص داخل النادي الأهلي للقاهرة 24 فإن النادي لا يمانع في رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي في انتقالات الصيف الجاري حال رغبة الحارس في ذلك وأكد المصدر أن النادي الأهلي يقدر محمد الشناوي بشكل كبير ويدرك أن الحارس سبق ورفض العديد من العروض المغرية في سبيل الاستمرار مع النادي الأهلي استكمل المصدر حديث وقال لذلك في حال رغبة محمد الشناوي الرحيل خلال انتقالات الصيف الجاري لن يمانع النادي الأهلي خاصة وأن هناك نية لتعويض الحارس عن العروض السابقة التي رفضها وعلى جانب آخر سبق ورفض محمد الشناوي الرحيل إلى صفوف النصر السعودي مفضلا استكمال مسرته مع النادي الأهلي بيعتبر محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية للصفوف الفريق الأحمر كما أن للحارس دورا بارزا في البطولات التي حققها الأهلي طيلة الفترات الماضية وعلى جانب آخر يرتبط محمد الشناوي بعقد بعقد مع النادي الأهلي مستمر حتى نهاية الصيف الفين خمسة وعشرين أي أن الحارس سيكون من حق التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل على أن ينضم إليه في نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وبشكل مجاني ده بالنسبة لمحمد الشناوي وبنسبة للحديث عنا مباراة القمة اللي نادي الزمالك طالع بكلمة أنا مش هلعب ولكن أنا بقول لحضراتكم هتنزل المرات يا حنفي ونادي الزمالك هيلعب القمة وده يعني دروس خدناها من نادي الزمالك ومنجلس إدارة نادي الزمالك السابق والحالي شكرا يا صديقي أن انت استكملت معايا الحلقة للنهاية استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته